مشاهدينا ويرجعنا حضراتكم مرة أخرى وبنبدأ مع حضراتكم أولى تقاررنا في حلقتنا النهاردة الحقيقة تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة من نظيره العراقي تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية العراقي وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرسالة تضمنت حرص الرئيس العراقي على استمرار التنصيق والتشاور مع مصر على جميع المستويات في دوق أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم لبلاده ومن جناب يأكد رئيس السيسي على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق والحرص على تعزيز دوره القومي العربي مشاهدينا اسمحولنا نطلع أفاصل نشوف تقارير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا خليكم معنا السيد فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وكذلك السيد أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة الصراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية العراق نقل لسيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات السنائية بين البلدين الشقيقين مؤكداً حرص العراقي على استمرار تنسيق والتشور المكسف مع مصر على جميع المستويات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات ورواد سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وسوابط أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة والتحديات في هذا الإطار حيث تم التوافق على استمرار التشور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات السنائية المشتركة بين البلدين فضلاً عن صبري تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبسيقة عن ألية التعاون الثلاثي مع الأردن كما طلب السيد الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى القادمي رئيس الوزراء العراقي